موسيقى العشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمره إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة نياها كالمعتاد بأهم وبرز العنوين موسيقى إجراء عمليات جراحية للعيون في أقليم القاش بركة موسيقى تدريب الشباب في كعاللايف في مهن مختلفة موسيقى عوت آمان فائزا ببطولة إيرتريا للدراجات موسيقى لا دليل على أن فيروس كورونا صنع في مختبر وهان الصيني موسيقى فشل دعوة الاتحاد الأوروبي زعماء كوسوفو وسيربيا لإجراء محادثات موسيقى موسيقى أمطار قزيرة وعواصفة تضرب قرب سويسرا موسيقى موسيقى القاش بركة ضمن الجهود الجارية لإنزال ما رد العام إلى أدنى مستوى له أجر عمليات جراحية في مستشفى بارونت المرجع لأكثر من 500 مواطن وعضح مسؤول رقابة الأمراض غير المعدية في الفرع السيسبة أنهم أجروا فحوصات طبية للعيون لأكثر من 1994 مواطن بينهم 469 مواطن أجريت لهم عمليات جراحية طفيفة وبالقة فيما أجريت عمليات جراحة التراكمة والساد لأربعين منهم وأشار إلى أن الكادر الصحي والأجهزة الطبية الحديثة في مستشفى بارونت المرجع ساهمت بفعالية في إنجاح العمليات الجراحية وقال مسؤول طب العيون في المستشفى السيد يوناس جابريتاتيوس إن زرقة العين والتهاب العين هما المرضان الشائعان الذين يتسببان في الإصابة بالعامة ذكرا أن تقديم خدمات طب العيون بالتحرك إلى المناطق البعيدة إضافة إلى الخدمات المقدمة جزءا منهم من برامجهم المستقبلية مشيرا إلى أن الوعي المجتمعي المتنامي يعتبر دعما قويا في هذا الشأن ودعا المجتمع المدني لاتخاذ الحذر من العادات والعلاج التراثي الذي يتسبب في العمى وقيرها من الأمراض في قد ذلك أفاد مراسل إيرينا بأن فرع الصحة في الأغليم قام بإجراء فحوصات طبية للطلاب في كل من تسني وفورتوساوا وبارنتو وغردات ومنصورة تمثلت في فحوصات العين والفم والأنف والأذن والجلد وكذلك فحوصات ذهنية نظمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية ل249 شاب في مختلف المهن في منطقة كعلاي بأغليم القاش بركة لمدة ثلاثة أشهر وأوضح مدير شركة سجن للإنشاءات السيتسفاي كويتوم أن 120 من الشباب تدربوا في قيادة السيارات و77 في البناء و52 في قيادة الآليات الثقيلة من جانبه أوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد إمها كيداني أهداف التدريب مؤكداً الشباب المتدربين سيعملون بالتنسيق مع شركة سدن للإيجاد فرص العمل لهم وكذا ممثل المتدربين على الاستعداد للقيام بعمال بناء بتطوير التدريب الذي أتلقوه وذكرت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبرأب أن العمل الجاد الجاري للتحسين معيشة المواطنين بتنظيم مختلفة دورات التدريبية وشجعت الجهات المشرفة على التدريب خرجت مدرسة دقم حار الفنية 186 طالب بعد دراسة لعامين في سبعة تخصصات بدرجة الشهادة يوم أمس الرابع والعشرين من يونيو وتضمنت الدراسة تخصصات النجارة والحدادة والبناء والخراطة والمكانيكا والإلكترونيات والكهرباء وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عبدالوهاب محمد على أن المتخرجين يتخرجون من المدرسة إلى جانب اكتساب المعرفة الأكاديمية والمهنية بالتحلي بقيم المجتمع وذكر مسؤول مراقبة الكفاءة في وزارة التعليم السيد معاشو قبر تنسائه أن على الطلاب إدراك أن تعليم المكتسب هو البداية ويجب تطويره بالعمل التطبيقي وشاد المتخرجون بجهد معلميهم ورعايتهم وأكدين المصاهمة في تنمية البلاد تلقى 54 من العمال في الأقليمة لوصت دورة تدريبية لستة أشهر في لقاة الإشارة للصوم وأوضح مسؤول جمعية الصوم في الأقليمة السيد داني القبر مريم في مراسم التخريج في الرابع والعشرين من يونيو أهميتها لقاة الإشارة لتطور ونماء الصوم وأن الدورة التدريبية ستساعد الصوم لتلقى الخدمات في المرافق والمؤسسات الخدمية وقال رئيس الجمعية الوطنية للصوم السيد ولدا ميكايل سأله بأن أعداد الصوم في البلاد عامة يقدر ب30 ألف شخص وينضوي في الجمعية حوالي الأربعة آلاف مشيرا إلى تدريب الألفي شخص في البلاد في لغة الإشارة لتخفيف مصاعب الصوم وأوضح مسؤول متابعة الجمعية المعاقين في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد داويد سلمون أن المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للجمعيات تسهم في تاهيل وتدريب أعضائها وأكد المشاركون في التدريب على تطبيق المعرفة المكتسبة في مواقع العمل شهدت مناسبة التخريج مناشطات تبين المعرفة المكتسبة في لغة الإشارة قدم الإيرتريون في الداخل والمهجر دعما ماليا وعينيا يقدر بثلاثمائة أربعة وثمانين ألف نقفة لأسرى شهداء وأفادت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة مدهاني تجرماي بأن عمال المؤسسات الحكومية تبرع بمبلغ مئة ثمانية واربعين ألف وثمائة نقفة وسكان أحد وعشرين ضاحية تبرع بمبلغ مئة وأحد عشر ألف وثمانين نقفة وعمال وطلب مدرسة كلية التجارة والعلوم والاجتماعية في عد قيح بمبلغ واحد وخمسين ألف وستمائة نقفة لمئة وثلاثة أسرة شهيدة كما قدم مبلغ اثنان وسبعين ألف وسبعمائة خمسة وعشرين نقفة تبرع به الإرتريون في المهجر لأربعة عشر أسرة شهيد من جهة أخرى قامت خمسة إدارات ضواحي بمساعدة اثنان وخمسين أسرة شهيد في حراسة وفزر الأراضي الزراعية بالإضافة إلى صيانة المنازل في قرى حنبا وسافراء وأونح ووزعت بزر القمحة المحسنة لخمسة وثلاثين أسرة شهيد في داحية تخندع في قد ذلك قدمت مدرسة أمان لتدريب قيادة السيارات في عد قيح تدريبا لأبناء الشهداء فاز الدراج عوت أمان بسباق المضمار في ختام بطولة إرتريا للدراجات الهوائية عام الفين ثلاثة وعشرين الذي جرى صباح اليوم والأحد الخامس والعشرين من يونيو في شوارع أسمر شارك في السباق البالق طوله 173.4 كم دراجون من فئتين الكبار ودون الثالثة والعشرون عاما ليفوز بالبطولة دراج نادي دندن عوت أمان وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية دراج نادي إرتيل بيتروس منغس الذي كان قد فاز أيضا بالمركز الثاني في سباق ضد الصاعة يوم الجمعة الماضي وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية المحترف في فريق باردياني الإيطالي هينوك مولوبرهان وقال الدراج عوت أمان الذي يتدرب بمنحة تدريبية في مركز USA لسباق الدراجات أنه قد حافظ على قوة حالة 130 كم ليتمكن من الفوز بالبطولة في السرعة النهائية كما حاز الدراج عوت أمان البالق من العمر 20 عاما على جائزة الميدالية الذهبية أيضا لفئة الدونة الثالث والعشرين عاما والدراج بيتروس منغس الميدالية الفضية والدراج أخلي لأرفيني بالميدالية البرونزية وفي سباق السيدات جاءت عضوات نادي سراير سواق سانة ولدا ميكايل بالميداليتين الذهبيتين للنخبة ودون السن الثالث والعشرين وعضوة نادي فيبن بالميدالية البرونزية للفئتين بينما أحرزت عضوة نادي دندن أديام داويت الميدالية الفضية وفي سباق الناشئات للإناث فازت الرمانا قعش والرجال أميرون فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي رجاء أن يبقوا معنا وعلى الصعيد العالمي قالت الاستخبارات الأمريكية في تغرير نشر أنها لا تنتلك أي دليل على أن وباء كوفيد 19 قد صنع في مختبر وهان الحكومي الصيني للبحوث وفي التغرير الذي تم رفع سرية عنه قال مكتب مديرية الاستخبارات الوطنية إنه ليس لديهم ما تؤكده المعلومات التي انتشرت أخيرا والتي أفادت بأن ثلاثة علماء من المختبر كانوا في أوائل المصابين بوباء كوفيد 19 وربما كانوا هم من صنعوا فيروس كورونا وجاء التغرير الذي تم اعداده لفائدة الكونغرس بعد ثلاثة أشهر من طلب برلمانيين معلومات إضافية حول ما تعرفوا الاستخبارات الأمريكية عن منشأة كوفيد 19 الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019 ويميل المجتمع العلمي على العموم إلى فرضية انتقال الفيروس عن طريق حيوان بري لم يحرز زعماء سيربيا وكوسوفو انفراجة في المحادثات الطارئة التي استضفها الاتحاد الأوروبي بهدف نزع فتيلة وترات حول حدودهما وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنهم متفقون على الحاجة إلى انتخابات مبكرة وسط مخاوف من عودة الصراع المفتوح وقال بوريل بعد ساعات من المحادثات مع الرئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي والرئيس السيربي أليكساندر فوتيش أعتقدوا أن الزعيمين يتفاهمان خطورة الوضع ورفض الاثنان الاجتماع وجها لوجها في بروكسل لكنهما أجريا محادثات منفصلة مع بوريل واعترف بوريل بأن لديهم تفسيرات مختلفة للأسباب وكذلك الحقائق والعواقب والحلول انزلعت التوترات من جديد الشهر الماضي بعد أن استولى شرطة كوسوفو على مباني البلدية المحلية في شمال كوسوفو حيث يمثل الصرب الأقلبية لتنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم في انتخابات محلية قاطعها الصرب بأقلبية ساحقة اجتاحت عاصفة رعدية قرب سويسرا وتسببت الأمطار القزيرة في حدوث حالة من الهلع حيث تم تسجيع عشرات الاتصالات بمصالح الحماية المدنية بسبب الحوادث وأكدت السلطات السويسرية عدم وقوع صابات بشرية لكنها تحدثت عن تسجيل أضرار مادية خاصة في سانت باركس وقد اشتاحت عاصفة رعدية قرب سويسرا في وقت متأخر من يوم الجمعة في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة اجراء عمليات جراحية للعيون في أقليم القاش بركة تدريب الشباب في كعلاي في مهن مختلفة أعودت أمان فائزا ببطولة إيرتريا للدراجات لا دليل على أن فيروس كورونا صنع في مختبر وهان الصيني فشل دعوة الاتحاد الأوروبي زعماء كوسوفو والسربيا لإجراء محادثات أمطار قديرة وعواطفة تضرب قرب سويسرا انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إيرتريا كنت معكم حنان عمر جلاني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر